طوارس المصريون عادت شراء فانوس رمضان منذ القدم لتكون أحد مظاهر الشهر الكريم في كافة محافظة الجمهورية ويشهد سوق بيع الفوانيس كل عام تطور كبير في الأنواع والأشكال والأحجام حيث شهدت صناعة الفوانيس في مصر تطورا غير مسبوك خلال الأعوام الماضية مع قدوم شهر رمضان يمارس المصريون تقوسا خاصة للاستقبال والاحتفال من بينها تعليق الزينة والفوانيس ويعد شراء فانوس رمضان عادة توارث المصريون منذ القدم لتكون أحد مظاهر الشهر في العالم الإسلامي فأصبح جزءا لا يتجزأ من احتفالات ليالي رمضان في الشوارع والمنازل في محافظة الإسماعيلية سيطرت أجواء شهر رمضان الكريم على المحال التجارية وبعض المحال المخصصة لبيع الفوانيس ومن أشهر الفوانيس الجديدة هذا العام الفوانيس المصنوعة محليا وبعض الشخصيات الكرتونية التي يرتبط بها الأطفال فضلا عن عودة الفوانيس ذات الطابع القديم والتي تعمل عن طريق الشمع والفوانيس النحاسة التي تعبر عن الطابع الإسلامي نحن ملتزمين هنا عندنا أرخص الأسعار وعندنا أسعار كويسة جدا من 10 جنيه من الفنوس من 10 جنيه من تطالع 10 جنيه فيب 20 فيب 30 فيب 50 فيب 100 فيب 100 حسب الدول المواطن شرع مكة يعتبر من أشهر الشوارع في الإسماعيلية اللي بتبيع الفوانيس بأسعار أقل الأسعار لأنه طبعا نحن نبيع أسعار جملة يعتبر ما نكسبش حاجة كلها حاجات بسيطة عشان نفرح الناس كلها أما في ضمياط فركزت الورش على إنتاج فانوس رمضان الخشبية لتغزو به أسواق محافظات مصر وتعددت أشكال الفوانيس الخشبية هذا العام وتطورت صناعته بسبب استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل طباعة الصور على الأخشاب والكتابة بالليزر كما تميز الفانوس هذا العام بطباعة علم فلسطين تضامنا مع أهل غزة السنة دي غيرنا الحمد لله وعملنا أشكال كتير مباخر وعملنا استندات وعملنا دخلنا شغل عرايس في أكريلك وكده على شكل فوانيس برضو ونتائج بشكل جديد وتتميز بني سويف بالتنوع الكبير داخل الشوادر لبيع فوانيس رمضان بشارع عبد السلام عارف حيث تتوفر الفوانيس بمختلف أشكالها وأحجامها وأنواعها ابتهاجا بالشهر الكريم وتتصدر فوانيس الصناعة المصرية المشهد هذا العام داخل الشادر حيث الأنوار المبهجة وأشكالها المختلفة التي ملأت أرجاء المكان أسعار الفوانيس في متناول الجميع بناء على حجم وشكل كل فانوس حيث تتنوع أحجام الفوانيس ما بين صغير ووسط وكبير عندنا جميع أنواع الفانوس أكتر من ألف موديل الفانوس الحمد لله رب العالمين الصناعة المصرية السنة دي تعدت 90% عن كل سنة في نسبة الصناعة أما في القليوبية فتنتشر فوانيس الشمعة والصاغة التي تعبر عن التراث الشعبي القديم احتفاءا بالشهر الكريم تلك الفوانيس التي تنتشر صناعتها بالمحافظة خاصة في مدينة بنها فتضيء شوارعها بجميع أحجام تلك الموروثات المعبرة عن أهل مصر والاحتفال بالشهر الكريم أنا دلوقتي عندي 62 سنة أنا الحمد لله بقى دلوقتي 52 سنة شغال في الصناعة دي بعد وفاة أبويا كمان كملت فيها وربنا وفاةنا الحمد لله وزباين بتاع أبويا على أيامه برضو يا زباين المحل برضو في كل يام يشهد سوق بيع الفوانيس تطورا كبيرا في الأنواع والأشكال والأحجام المختلفة حيث شهدت الصناعة المصرية في الفوانيس تطورا غير مسبوق خلال الأعوام الماضية